اشتركوا في القناة لحين تحسن الأوضاع مسببين حرجا بالغا للهند اللاعبون الذين ينسحبون الآن سوف يعرفون فيما بعد أنهم ارتكبوا خطأا كبيرا بانسحابهم الأمن أيضا يعد مشكلة كبيرة فمنذ أيام انهار جسر لون المشا خارج الملعب الرئيسي مما أدى إلى إصابة العشرات وهذا الحادث بالإضافة إلى انهيار جزء من قاعة حمل الأثقال دفع بأستراليا إلى انتقاد اتحاد ألعاب الكومانويل كلا ما كان ينبغي عليهم أن يمنحوا حق تنظيم البطولة للهند أعتقد أن المشكلة تكمن في أن اتحاد ألعاب الكومانويلث يعاني من نقص في التمويل فمن الواضح أنه لا يملك القدرة على مراقبة درجة استعداد المدن مثل ما تفعل اللجنة الأولمبية أما رئيس اتحاد ألعاب الكومانويلث الذي زار القرية الرياضية في ديلهي فقد أكد أن الأوضاع تحسنت هناك لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل الدؤوب للحاق بموعد انطلاق البطولة وأما الهنود فمنهم من اعتبر أن الأمر مخجل للغاية ومنهم من حمل الحكومة مسؤولية هذا الحرج ربما يكون بمقدورنا أن ننظمها لكن صورة الهند ستكون سيئة ولا أعتقد أن أي منظمة ستسمح لنا بتنظيم أي دورات قادمة الأمر يتعلق بالفساد كما يتعلق بالإهمال من جانب الحكومة الهندية دورة الكومانويلث من المفترض أن تعبر عن القوة الاقتصادية المتنامية للهند التي تقول أن الإعداد لها كلفها ستة مليارات دولار لكنها على ما يبدو سببت حتى الآن حرجا بارا للشعب وللحكومة على حد سواء محمد رضا بي بي سي موسيقى